هذا الشخص الفريد المجيد اللي بنتكلم عنه هو يا خيوسف اللي يقول عنه نفس كاتب العبرانين في باقي عدد ثلاثة بعد ما صنع بنفسه تطهيراً الخطيانة جلس في يمين العظم في العالم جزء ينبغي أن نقف عنده شوية مش كده يستحق فعلاً احنا قلنا أن في أمجاد سباعية للإبن ثم بعد ذلك اختباسات سباعية من المزامير نمر على الأمجاد السباعية لما بيقول في ابنه الذي نمر واحد جعله وارثاً لكل شيء اثنين الذي به أيضاً عمل العالمين تلاتة الذي هو بهاء مجده أربعة رسم جوهاره خمسة حامل كل الأشياء بكلمة خدراته ستة صنع بنفسه تطهيراً لخطيانة سبعة جلسة